أكد رئيس إقليم كردستان جيرفان بارزاني أن الإقليم ينظر بقلق للتطورات الأمنية في العراق ويدعم خطوات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مواجهة تلك التهديدات وخلال اجتماعه مع وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غوريني في أربيل قال بارزاني إن مهام البعثات الدبلوماسية والتحارف الدولي في العراق مهمة وضرورية لدعم العراق ولا بد من حماية أمنهم وسلامتهم وأن الإقليم يدعم بالكامل خطوات وإجراءات رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي لمواجهة تلك التهديدات